في ليلة العيد دخل زوج محل مجوهرات ومعه زوجته وخلفه أمه تحمل ولده الصغير أخذت زوجته تشتري من الذهب الكثير فقال الزوج للبائع كم حسابك؟ قال البائع عشرون ألف ومئة ريال فنظر الزوج إلى الميزان والثمن فوجده عشرون ألفا فقط فسأل البائع ومن أين جاءت المئة؟ فقال البائع أمك اشترت خاتما بمئة ريال فأخذ ابنها الخاتم ورماه للبائع وقال لها العجائز أمثالك ليس لهن ذهب بكت الأم عندما سمعت هذا الكلام وذهبت إلى السيارة فقالت له زوجته ماذا فعلت؟ لعلها لا تحمل ابنك بعد هذا كأن أمه خادمة عندهم وبعد أن عتبه بائع المجوهرات فذهب الزوج إلى السيارة وقال لأمه خذ الخاتم إن أردت فقالت أمه لا والله لا أريد الخاتم ولكني أريد أن أفرح بالعيد كما يفرح الناس ولكنك قتلت سعادتي سامحك الله وبعد ستة أشهر من هذا الموقف كان الإبن يكثر من أخذ أقراس تؤثر سلبا على صحته فتدخلت أمه بدافع خوفها على صحة ولدها وحبها له وألقت بالأقراس من شرفة البيت فجن جنون الإبن وقام بطرد أمه من البيت فخرجت وهي تقول أسعدك الله يا ولدي انقطعت أخبار الأم عن ولدها فترة من الزمان أصيب خلالها الإبن بمرض دخل على إثره المستشفى وعندما خرج انتكس وساءت حالته النفسية وفقد الوظيفة والبيت وتراكمت عليه الديون وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وفي أحد الأيام كان يشاهد التلفاز فاستمع إلى أحد الشيوخ يتحدث عن بر الوالدين وصلة الرحم وأن هذا البر يأتي بالرزق الوفير ويخرج الإنسان من همه ويفرج كربه فعاد إليه صوابه وعلم أن ما أصابه من سوء كان بسبب عقوقه لأمه فنهض مسرع يبحث عن أمه حتى وجدها لقد وجدها تسكن في حجرة صغيرة أسفل مسكن تأكل من صدقات المحسنين فألقى بنفسه عند قدميها وبكى بكاء مرّا فما كان منها إلا أن شاركته البكاء ثم عادت معه بعد أن سامحته وبعد أن أصبح بارا بها شفي من كل مرض وعادت إليه وظيفته وانتقل لبيت رائع وقضيت كل ديونه بسبب رضا أمه ودعائها له وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ترجمة نانسي قنقر